السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ومقارنة جديدة ولي سوف تكون بين أكثر جهازين طلبتوا مني بالتعليقات بالفترة الأخيرة المقارنة سوف تكون بين الهوت 11 اس من شركة انفينيكس وكذلك الردمي التاني من شركة شاومي هذين الجهازين يأتينا تقريبا بنفس السعر وكذلك تشاركا طبعا على الورق بالعديد من المواصفات لكن من خلال تجربتي للجهازين في هذا الفيديو طبعا سوف أرشح لك فقط جهاز واحد ولي سوف يقدم لك إمكانيات ومواصفات وكذلك تجربة ممتازة بالنسبة للسعر فإذا كنت مهتم فمهم جدا أن تكمل الفيديو إلى آخره لكن قبل أن نبدأ أدعوك للاشتراك بالقناة لأننا اقتربنا من الخمسون ألف مشارك ونريد أن نصلها بأقرب وقت وكذلك أن تقوم بتفعيل خاصية الجرس يصلك إشعار على كل الفيديوهات القادمة أول بأول وكذلك دعم الفيديو بزرع اللايك ليصل إليك بعدد من الناس ونبدأ مع أول شيء كالعادة وهو طبعا تصنيم وكذلك جوزة تصنيع طبعا هنا جهاز الانفينيكس يأتي بحجم أكبر قليلا من جهاز الريدمي 10 أما بالنسبة لجوزة تصنيع فون لدينا الانفينيكس يأتي بدار من البلاستيك وكذلك إطار من البلاستيك وكذلك الانفينيكس مازال محتفظ بالبصمة الموجودة بدار الجهاز وتشتغل بشكل ممتاز وانتجده مع أي مشاكل وكذلك الاتف يدعم مدخل إضافة شريعتين وكذلك ذاكرة خارجية بنفس الوقت ننتقل الآن إلى الريدمي 10 أيضا نأتي بنفس جوزة تصنيع بيئة الكامل من البلاستيك لكن هنا البصمة موجودة لديك بزرع تشغيل وكذلك الجهاز أيضا يدعم شريعتين وكذلك منفذ ذاكرة خارجية فهنا التصميم يبقى أدواق ننتقل الآن إلى الشاشات هنا الجهازين يتشاركان بنفس شكل الشاشة يدينا القمر الأمامية موجود بتقب بوسط الشاشة بكل الجهازين وكذلك الحواب صراحة ممتازة بالهاتفين نبدأ كالعادة مع الانفينيكس هناك شاشة بحجم 6.78 إنش شاشة كبيرة تأتي بديقة الفول إشي بلس وطبعا الشاشة هنا من نوع IPS SD لكن شركة انفينيكس أخيرا وضعت لنا مواد التهديد يصل إلى غير 90 هرد وصراحة لديك سفين منهك سلسة أثناء التنقل بين الطبيقات وكذلك أخيرا أيضا من شركة انفينيكس لدينا هنا سماعة استيريو السماعة السفلية تشغل مع سماعة المكلمات وكذلك السوطة هنا يصل إلى غير 500 نت أما بالنسبة لشاشة الردمي 10 فهي تأتي بحجم أقل قليلا من الانفينيكس شاشة بحجم 6.5 إنش بديقة الفول إشي بلس وكذلك من نوع IPS SD ولديك هنا أيضا معدل التهديد السريع والذي يصل إلى غير 90 هرد أيضا الجهاز هنا يحمل سماعات استيريو أيضا سفض وطيك تشغل بها مميز جدا بالنسبة للسعر لكن هنا السوطة يأتي أقل من الانفينيكس ويصل فقط إلى غاية 450 نت فصلاة أرى شاشة الانفينيكس صلاة أفضل ننتقل الآن إلى الأداء والبروستسور هنا الجهازين يأتيان بنفس المعالج من شركة ماداتيك وبالتحديد الهيليو جي 88 هذا المعالج بديقة صناعة 12 نانومتر وتردد يصل إلى غاية الـ 2 كيجاهرد طبعا كما نعلم أن المعالج ليس هو كل شيء بل أيضا الواجهة يتسعكم بالأداء هنا بالشاومي لدينا واجهات شاومي الشهيرة الميو آي وبالتحديد الميو آي 12.5 وصارت أن هذه الواجهة موجودة بها بعض المشاكل ومن جهة أخرى لدينا الانفينيكس بواجهات الـ XOS وبالتحديد إصدار 7.6 صارت من زمن لم أجري بواجهات شركة انفينيكس وفعلا طرأت عليها العديد من التطويرات من ناحية الشكل أو من ناحية تجربة الاستخدام صارت الواجهة هنا جدا جدا سلسة مقارنة مع واجهات شاومي والجهاز قدم لي أداء جدا سلسة جدا ممتاز ولم يجد معه أي تقطيع أو أي ضرب في الفريمات فالأداء هنا سرعة أفضل بالانفينيكس أما بالنسبة للأداء بالألعاب فمثلا بالألعاب مثل لعبات بوب جي سوف تحصل على نفس الإدادات من الجهازين سلسة وكذلك فائقة تقريبا 40 فريم وكذلك على الإدادات يدعمه الجهازين HD وكذلك High Bear Graphic كما قلت بفيديو الريد ميتين بلعبات بوب جي خصوصا سوف تواجه بعض التقطيعات من حين إلى آخر بعكس الانفينيكس الذي قدم لي أداء جدا محترم وسلسة سلسة ونحس أن الانفينيكس سرعة أفضل والتقطيعات أيضا أقل بجهاز الانفينيكس فعموما سواء تجربة الألعاب أو تجربة التنقل بين التطبيقات كل هذه الأشياء سوف تكون سرعة أفضل بجهاز الانفينيكس 11S ننتقل الآن إلى البطاريات هنا الجهازين يتشاركون بنفس حجم البطارية لديك بطارية بحجم 5000 من أمبير وتفضل توطيك أداء ممتاز بالهاتفين أيضا لديك نفس قدرة الشعن الثمانية عشر واط وكذلك أيضا الشعن موجود بداخل العلبة بالجهازين ننتقل الآن إلى الكاميرات ونبدأ مع كاميرات الانفينيكس هناك ثلاث كاميرات من الخلف كاميرا أساسية بضيقة 50 ميجابيكسل مفتعة ممتازة F1.6 لديك كاميرا ثانية 2 ميجابيكسل للعزل وكاميرا ثالثة للاي اي اي او للا الدكاء الاصطناعي أما بالنسبة لجهاز الريدمي التان فهو يحمل أربع كاميرات كاميرا أساسية أيضا بضيقة 50 ميجابيكسل لكن فتحة الآلسة هنا أصغر F1.8 لديك كاميرا الثانية أولترا وايد 8 ميجابيكسل وديك كاميرا أخيرتين كيلو مائتنين ميجابيكسل الأولى للعزل الثاني للمكرو انتهينا الآن من الأرقام نذب مباشرة مع تجرباء الفعلية وكما تشاهدون الصور معروضة أمامكم من الجهازين وممكنكم الحكم من هي الصورة الأفضل لكن إذا كنت تريد رأييه فسرعة أرى صور الامفينيكس أفضل لمنهاية التفاصيل وخصوصا الألوان وكذلك الدينما كرانش فعليا معالجة وتفشركات انفينيكس للصور تطورته بشكل كبير وهذا الأمر أيضا ينتقل إلى الإضاءة منخفضة فهنا بالامفينيكس كما نعلم لديك فتحة ممتازة ف واحد فصل الستة وهذا ما سوف يمنحك صور أفضل بتفاصيل أفضل وكذلك نوز أقل بالصور كما تشاهدون قمنا بعمل زون بالصورتين وأن صورة الردمية تحس أنها يعني ممسوعة قليلا وتفاصيل أقل من الهوت 11 اس فصارتنا هنا تجربة الكاميرات جدا ممتازة بجهاز الامفينيكس صارتنا من أفضل الكاميرات التي جربتها بهذه الفئة السرية هذا الأمر أيضا ينتقل إلى تصوير الفيديو ونبدأ مع جهاز شاومي ذلك ونصور فيديو بالكاميرات الخلفية طبعا يصل إلى غاية الفول اتش دي 30 إطار بأتانية بعكس الامفينيكس والذي يصل إلى غاية التو كي أو الكود اتش دي فون ذلك أيضا تفوق مرة أخرى بتصوير الفيديو ننتقل الآن إلى الكاميرا الأمامية ونبدأ مع الامفينيكس كالعادة ذلك هناك كاميرا أمامية بضيقة 8 ميجا بيكسل موفدة الآن 2.0 وقدرنا تصوير الفيديو إلى غاية التو كي وهذا أمر ممتاز بالنسبة للسعر أيضا الهوت 11 اس من الأجهزة النادرة التي مازلت محتفظة بالفلاش بالكاميرا الأمامية فصلاة لأعلم كيف وضع الفلاش بالحفاء العلوية الصغيرة ولدينا أيضا الريد ميت 10 بكاميرا أمامية أيضا 8 ميجا بيكسل موفدة الآن أيضا 2.0 ولكن قدرنا تصوير الفيديو إلى غاية الفل اتش دي فقط فهنا صراحة من خلال تجربتي للكاميرتين صراحة هنا الامفينيكس أيضا يتفوق بالكاميرا أمامية من نهاية التفاصيل وكذلك الألوان ولون البشرة فعموما في تجربة الكاميرات هنا بالهوت 11 اس صراحة جيدة مميزة بالنسبة للسعر وكما قلت فهي تتفوق على كاميرات الريد ميت 10 لكن الآن يبقى سؤال من هو الجهاز الأفضل هل الآن أشتري الريد ميت 10 أم الهوت 11 اس؟ فهنا صراحة أن أرشح جهاز الامفينيكس هوت 11 اس سوف أضطيك أداء مستخير أكثر أداء سري سواء في أتنقل بين التطبيقات أو حتى بالألعاب لديك هنا صفط وير ممتاز بدون أي مشاكل عكس الشاومي الذي ممكن أن تجد به مشاكل من حين إلى آخر ولديك أيضا هناك كاميرات أفضل على الريد ميت 10 ولديك أيضا سطوع الشاشة أفضل قليلا عن الريد ميت 10 فهنا فعليا شركة انفينيكس تفوقت على شركة شاومي في موضوع القيمة مقابل السعر زي دعطتك أيضا صفت وير مستقير أكثر على شركة شاومي نتخل الآن إلى الأسعار فهنا نسخة الـ 428 فهي تأتي من الجهازين بسعر 190 دولار ممكن أن يختلف السعر بشكل بسيط من بلد إلى بلد أما بالنسبة لنسخة الـ 64 فهي تأتي بسعر 180 دولار من كلا الجهازين فعوما هذه كانت مقارنة بين الريد ميت 10 والهوت 11 اس كالعادة أقول لي كل أردكم أفكركم فيها التعليقات إذا كانت لديك أي إسئلة أيضا أكتب لي بها التعليقات وطبعا ننسى الاشتراك وانتقوم بتفعيل خاصية الجرس ليصلك إشارة على كل الفيديوهات القادمة أول بأول وتنسى دعم الفيديو بزر اللايك ليصلك بردد من الناس واركم في فيديو قادم السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر